السلام عليكم ورحمة الله مع شرح جديد على مدون التعليم المجاني وفيه سنتعرف على حل المشكلة الترقية من الويندوز 7 إلى الويندوز 10 أو الويندوز 8 إلى الويندوز 10 أو الويندوز 10 إلى الويندوز 11 هذه الرسالة تظهر في كل خيارات الترقية الخاصة بالويندوز كما تراحدون أمامكم الآن أبدأ في الترقية باستعمال أداة Media Creation Tool وسوف تظهر هذه الرسالة أمامكم لسنا متأكدين مما حدث ورسالة الخطأ تظهر معكم كما سوف تلاحظون في الأسفل عبر الكود الموجود في العنوان الحل أول تشغيلها عبر صلاحية المديرة تنقر عليها بزر فارل أيمن ثم تشغيل كمسؤول من المفترض أن الحل يتجاوز هذه المشكلة ويتغلب على هذا الخطأ لكن إذا تشغيلها كمدير ولم يحل المشكلة ستتجي مباشرة نحو الحل الثاني سوف تذهب إلى الكمبيوتر ثم تفتح قرص النظام ثم تفتح وداخله ستبحث عن ملف اسمه ثم ستحذف فقط محتويات ستدخل إلى ملف وتحذف محتوياته افتح ملف واحذف كل ما هو موجود في داخله أنا سأحذف كل شيء أنت لا تقوم بهذه الخطوة فقط احذف محتويات ملف الداونلود لماذا؟ لأنه يحتوي على التحديثات الخلاصة الخاص بالتحميل التحديثات التي كنت قد حملتها من قبل وقد تكون هي العائق الذي يجعل هذه الرسالة تظهر ثم بعد ذلك سوف تأتي مباشرة إلى خانة البحث في الويندوز وسوف نفتح ما يسمى بي موجه الأوامر إذا كان عندك باللغة العربية أو CMD انقر عليه بزرفار الأيمن ثم تشغيل كمسؤول نحن ما زلنا في الحل الأول فقط كما تلاحظون ثم تكتبون ثم بعد ذلك سوف تعطيه فراغ ثم إلى الأمام وهنا سوف نكتب تكتبها كذا ثم تنقر على زر الإدخال أو زر من لوحة المفاتيح وهذا هو الحل الثاني بعد أن تشغلها كصلاحية المدير هذا هو الحل الثاني تحديث تحديثات الويندوز العالقة ثم تقوم بهذا الأمر عبر CMD ثم تعيد شغيل الكمبيوتر الآن لكي ترى هل نجح معك الحل الثاني بعد ذلك بعد ذلك سنقر على اللوغو الخاص بالويندوز وحرف R من لوحة المفاتيح ثم هنا ستكتب وهي اختصار للرجستري اديتور سنفتح ثم بعدها سنأتي إلى ثم بعدها سنأتي إلى هنا إلى خيار نفتحه عفوا نفتح بعد أن تفتح سوف تأتي إلى هنا تفتح ثم بعد أن تفتح ستبحث فيه داخلي عن خيار إذن هذا هو نكبر فقط هذا النفذة قليلا ثم نقوم بفتح كذلك من هنا ثم ستفتح current version التي هي مباشرة تحت الويندوز هذه هي current version وداخل خيار current version سنبحث عن يعني الويندوز update سنفتحها ثم سنقف على auto update قف على auto update قف عليها فقط انقر عليها نقرة واحدة ثم انتقل إلى الجانب الأيمن هنا من الشاشة ثم انقر بزر الفارة الأيمن انقر بزر الفارة الأيمن ثم نيو ثم دي وورد 32 bit value حتى لو كان نظامك 64 اختار 32 ثم هنا ستكتب هذه الكلمة allow ولكن اكتب الحرف الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة allow always upgrade كما هي مكتوبة معك الآن allow always upgrade ثم تنقر عليها نقرتين بزر الماوس ثم تكتب في value data اجعلها واحد value data ستجدها صفر اجعلها واحد ثم هنا ستفتح معك هذه السيرفز ستفتحها ايضا run as administrator بعد ما تفتح معك هنا سنأتي ونعمل start او اقلاع لتحديدات الويندوز التي قد تكون معطلة وتمنع يعني الترقية او التحديد ستبحث هنا عن الويندوز لاحظ معي خدمات الويندوز update هذه هي انقر عليها نقرتين اذا وجدتها هنا في start up type اذا وجدتها automatic او disable او اي شيء يعني من كل هذه الخيارات وجدتها كما قلت automatic disable معطلة اجعلها هنا automatic لاحظ تأكد انها automatic ثم start نتأكد من انها automatic في هذا الشكل مكتوبة في هذا الشكل ثم start ثم apply وبعدها ok واعد تشغيل الكمبيوتر وحاول مرة اخرى انك تقلع الادات لكي ترى هل سوف تعمل معك يعني الترقية الى الويندوز ال 11 او الويندوز 10 الحل الموالي في هذه العملية ستأتي دائما الى خانتي البحث في الويندوز حتى لو كنت تعمل بالويندوز 10 ستطبق نفس هذه الحلول ستكتب هنا system واحد معي configuration بعد ان نكتب هنا ستظهر لنا في الاعلى سنفتح وهكذا وننتظر ان تظهر ستأتي الى services او الخدمات هنا ستأتي لهايد all microsoft services لاننا لا نريد ان نعطر خدمات ثم من هنا ثم بعدها تعطي هنا وتعيد راحد معي سيعطيك هو رسالة restart ستنقر هنا على restart وتعيد تشغيل وتحاول يعني مرة ثانية انك تجد تقوم بتشغيل هذا من جديد اذا عدنا تشغيل نأتي مباشرة الى الحل الموالي لتجاوز هذا الخطأ ويأتي عبر مجموعة من الاوامر سوف تفتح cmd cmd تنقر على بزر فارغ ايمن تشغيل كمسؤول اوران as administrator اؤكد مرة اخرى هذه الحلول الى ويندوز 7 و 8 و 10 الاوامر كثيرة ساجمعها لكم كاملة داخل الملف ستطبقونها واحدة ثانتل والاخرى الامر بسيط كل ما عليك فعله هو انك تأخذ الامر هكذا نسخ copy ثم تقوم بلسقه في cmd paste اذا كنت تعمل بالويندوز 10 مجرد النقر بزر الفار الايمن سيتم لسق الامر لا تدعي لكي لا تحتاج لعمل paste ثم تنتقل هكذا الى الامر الموالي ثم الذي يليه وبعض الامر قد تأخذ معك بعض الوقت بعض الامر تحتاج إلى الفحص ولكن دما تظهر معك c windows system 32 فمعنى ان الامر انتهى لاحظوا مثل الامر سيأخذ بضع ثواني الامر الذي يليه سيأخذ بعض الوقت انا حتى لا اطيل عليكم سأسرع الفيديو واقوم بكل هذا الاوامر لاحظوا مثلا الامر ديزيم والامر s f c scan now سيأخذ بعض الوقت في الفحص وفي اصلاح مشاكل الويندوز يعني هذا الاوامر كما قلت بعدها سيأخذ بعض الوقت قريبا اخذت مني حوالي نصف ساعة حتى اتمها كاملة لذا انا فقط اسرع هذا الشرح حتى لا يعني لا يكون الفيديو طويلا مثلا s f c scan now واخذ وقت يعني في الفحص وفي اصلاح مشاكل النظام هذا اخر امر سنقوم بنسقي ولسقي هنا paste ثم enter مرة اخرى وبعدها تقوم باقفال نافذة s m d وتعي تشغيل الكمبيوتر وتحاول يعني مرة اخرى انك تذهب الى media creation tool وتبدأ في الترقية من جديد لكي تراهل تم حل هذا المشكل فعلا الحل الموالي الحل الموالي هو خاص فقط بالويندوز 7 هذا الحل الذي سنشرحه الان هو خاص فقط بالويندوز 7 الحلول الماضية لجميع انظمة الويندوز اما هذا الحل فخاص فقط بالويندوز 7 ستأتي الى microsoft update catalog وتحمل هذا التحديد لاحظ معي هذا هو الupdate لاحظوا الkeyby 31 14 025 40 بحسب هل نظامك 32 او 64 كيف تعرف ستأتي الكمبيوتر تنقر عليه بزر الفئر العيمن تختار properties او خصائص اذا وجدت هنا 64 ستحمل نسخة 64 اذا وجدت 32 ستحمل نسخة التي ليس مكتوب عليها 64 وبالتالي فهي 32 انا download من هنا ثم تنقر على هذا الملف من هنا يعني ملف حجمه وبسيط سيحمله فيه ثانية او ثانيتين ثم بعد ذلك سوف تضعه على اسطح المكتب ثم ضبر click عليه وهل انت متأكد ستقول له هنا yes وسيبدأ ويشرع مباشرة يعني في تثبيت هذا التحديد قد يكون هذا التحديد مسؤولا عن تعطيل ادات media creation tool ومنعها من العمل لعدم توفره في نظام الويندوز 7 كما اقول هذا الحل صالح فقط لنظام الويندوز 7 اذا تنتظر قليلا حتى تنتهي هذه العملية وسيعطيك هنا زر restart ستنقر على restart now ويعادة تشغيل الآن وسيعيد تشغيل الكمبيوتر والمفترض بعدها تحل هذه المشكلة الآن الحل الاخير والذي سيعمل معكم جميعا الحل الاخير هذا الحل سيعمل معك حتى لو يعني ما مكان الحل مضمون مئة في المئة ستأتي تنقر هنا بزر الفارة الايمان في موقع ماكروسوفت تختار هنا inspect عفوا تختار inspect ثم بعدها سوف تأتي الى الترس او الثلاث نقاط الموجودة في الاعلى بجانبها الترس تأتي الى الثلاث نقاط الموجودة بجانبه تنقر عليها كذا ثم بعدها ستأتي الى هنا المزيد من الأدوات ثم ستأتي عفوا الى network condition network condition ضغط عليها كذا حتى تفتحها ثم هنا ستختار use في خيار use browser default ستغيره ستعطله هكذا ستزيل العلامة الموجودة هنا ثم ستجعلها هنا android اجعلها android او tablet او blackberry مهم اجعلها شيء لو علاقة بالاندرويد ثم انقر على F5 ملاوحد المفاتيح او اعمل refresh للصفحة التي انت فيها هذا فقط بالنسبة الويندوز عشرة بالنسبة الويندوز ستجد انك يمكنك تنزيله بشكل مباشر من دون هذه العملية ثم ستأتي الى هنا ولاحظوا هذه اخر اصدار للويندوز عشرة سنحمل multi edition ثم confirm او تأكيد ثم هنا ستختار اللغة التي تريد مثلا اللغة اللي يجب ان تكون هي نفس لغة النظام الذي تعمل به ثم confirm او تأكيد ثم ستحمل اما ال 64 اذا كان نظامك 64 او ال 32 اذا كان نظامك 32 دائما تأتي الكمبيوتر نقل عليه بزر فارة الايمان ثم properties او خصائص فنظامي اذا هو 64 فسأحمل ال 64 اذا هكذا ال 64 وسيبدأ مباشرة في تنزيلها على الحاسوب خاص بك اذا تنتظر الى ان ينتهي تنزيل هذه النسخة ثم ستفق عنها الضغط يعني تنقر على بزر فارة الايمان ثم بال يعني نفس الملف الموجودة عليه وسيتم فك الضغط على هذه النسخة في ملف موجود او تعمل لها بحسب ما تريدك الافضل انك تعمل لها او فك الضغط ثم تفتحها ثم تأتي الى ملف هذا هو ثم او تشغيل لكي نرى سيسمح لنا بالترقية الآن ام ستظهر لنا رسالة خطر لن ننتظر قليلا لان من المفترض هذه الطريقة تحل جميع المشكلة المشاكل اذا اردت الترقية الى ويندوز عشرة او اذا اردت الترقية الى ويندوز 11 بامكانك القيام بنفس هذه الخطوات اذا هاي الادات بدأت تظهر اذا 100% اذا الان نبدأ في الترقية اذا change how ويندوز ثم not right now ثم بعدها next سيبدأ في التحقق من ان حاسوب يدعى فعلا هذا النظام ثم يقوم بعد الاعدادات ثم هنا accept لاحظوا بامكاننا الان الترقية الى ويندوز عشرة اذا ننقر على accept ثم ننضغل قليلا ثم هنا change what to keep طبعا الحال اذا اردت ان تغير الاعدادات لاحظوا ما الذي سيحدث change what to keep هنا keep personal file and apps ابقي لي ملفاتي الشخصية والتطبيقات سيبقي كل شي فقط سيبدل ويندوز السبعة يحوله الى ويندوز عشرة ولن يغير اي شي كل شي سيبقى في مكانه keep personal file only ابقي ملفاتي الشخصية فقط nothing عفوا هذا الخيار الاخير يفرمت ويحذف كل شي اذا الافضل هو الخيار الاول ثم install او تتبيت وسيشرع مباشرة في install ويندوز عشرة وطبع الحال سيبدأ في تتبيتها ويعيد تشغيل مرة مرتين دلات مرات الان لن تقوم باي شي فقط ستنتظر الى ان تنتهي الترقية كما اقول هاد الخطوة صالحة لمن لديهم هاد المشكلة في الويندوز السبعة ولمن لدي هاد المشكلة في الويندوز تمانية ولمن لدي هاد المشكلة في الويندوز عشرة سواء كنت تريد الترقية الى الويندوز عشرة او كنت تريد الترقية الى الويندوز احدى عشرة هذا الخطأ يظهر اذا الان تهينا من الترقية حتى لا نضيع الوقت هذا هو النظام وتلاحظون كل الملفات التي كانت على سطح المكتب ما تزال موجودة كل شيء في مكانه ولم يتم حدف اي شيء فقط بدل الويندوز السبعة كما قلت هو حل مضمون في حالة لم تنجح معك الحلول الاولى السابقة اذا كان هذا وكل شيء اليوم اتمنى ان الفيديو كان مفيدا لكم لا تنسوا اشتراك في القناة تفعيل زر الجرس لتلقي جديد الشعارات اليومية على القناة السلام عليكم ورحمة الله